وقعت وزيرة التجارة والصناع نيفينجاما وأمين عام غرفة التجارة والصناع العربية الألمانية السفير عبدالعزيز المخلافي مذكرة تفاهم بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة وقالت للوزيرة أن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة خمسة أعوام يأتي إيمانا من حكومتي مصر وألمانيا بأهمية التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين وكذلك الدور الهام للغرف التجارية والصناعية في خلق تواصل مباشر بين رجال الأعمال ومجتمعي الأعمال من الجانبين وقد أشرت الوزيرة أن الغرض الأساسي من فتح هذا المكتب هو تمثيل الغرفة في الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا الاتحادية والدول المحيطة بها